ترجمة نانسي قنقر سؤالٌ عظيمٌ جدًّا لأن الأب راعٍ ومسؤولٌ عن رعيَّته وما من عبدٍ يسترعيه الله رعيَّة يموت يوم يموت وهو غاشٌ لرعيَّته إلا حرَّم الله عليه الجنة فالواجِب على الراعي أن يجتهد وينصح لرعيَّته ومن أعظم النُصح أن يسعى في تربيتهم التربية الصالحة وأن يُبعدَهم عن الأفكار المُنحَرفة المُخالِفة لسُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم كفكر الخوارج الذي ينتشر في زماننا هذا والخوارج يا إخوة طائفةٌ ظالة بدأت بذرتُها الأولى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجلٍّ عامل النبي صلى الله عليه وسلم بغير الطريقة التي يُعامِلُه بها أصحابُه رضوانُ الله عليهم وهو ذو الخويصرة الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ثم ظهر الخوارج في زمن عُثمان رضي الله عنه وكان أول خُروجهم من أرض الكنانة من مصر وكانوا يُحرِّضون على عُثمان رضي الله عنه عُثمان الذي تستحي منه الملائكة ويستحي منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما ظرَّ عُثمان ما فعل بعد اليوم كانوا يُحرِّضون عليه ويكذبون عليه ويهيِّجون العامة عليه حتى آل الأمر إلى قتله في بيته رضي الله عنه بعد أن حُسِرَ أيامًا وجاء أحدهم وطعنه تسع طعنات في بطنه بسيفه قال أما ثلاث فلله أما ثلاث فلله وأما ست فلما في قلبي عليه ثم خَرَجُوا خُرُوجَهم المُنَظَّم على علي رضي الله عنه وهم يخرُجون في فترات كلَّما ظهر قرنٌ قُطِع ويخرُجون في آخر الزمان حتى يخرُج في عراضهم الدجَّال وصفاتهم واحدة يشترِكون في صفاتهم وهم في هذا الزمان لهم طُرُقٌ ماكِرة في الوصول إلى فكر الشباب بل يبدأون بالصغار وأنا أقول يجب على الأب أولًا أن يكون ذكيًّا واعيًا فإذا رأى العلامات فليتنبَّه وهذه العلامات منها أنهم يحرِصون على ملء قلبه حِقْدًا على ولاة أمر البلد وإذا وجدت ابنك بدأ يتكلم في هذا الباب وتظهر منه كلمات هنا وهناك فأعلم أنه في طريق وأن هناك من شياطين الإنس من يتسلَّط عليه ومن الأمارات أنهم يحرِصون على ملء قلب الأشَّاب كُرْهًا للعُلَماء ويقولون له إن هؤلاء العُلَماء عُلَماء صلاطين أرضَعُوهم حتى أشبَعُوهم عُلَماء المُكيِّفات عُلَماء الكُتُب القديمة عُلَماء ذي بَغْلَةِ السُّلطان أو يقولون له إن هؤلاء العُلَماء أنت لا تفهم لهم فإذا وجدت الأب من ابنه نُفرَعَن العُلَماء فليعلم أن هناك خللًا ولينتبه وليحذر ومنها أنهم يحرِصون على ملء قلبه سوادًا على المُجتمع وأن المُجتمع أصبح فاسدًا لا خير فيه وأن نبحث عن مكانٍ آخر وأن 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 فهنا إذا وجد هذا في الشاب فليعلم أن فيه خللًا وأن هناك أمرًا وراء الأكمة ومنها وهذا مهم جدًا يلاحظ في البيوت أنهم يحرِصون على عزل الشاب عن كباره عن والديه عن أعمامه عن خيلانه الكبار في السن لأنهم يعلمون أن الكبار حتى لو لم يتعلموا فقد علَّمتهم الدنيا الحكمة فهم حاجز بين سقوطه بينه وبين السقوط في مكرهم فيحاولون أن يكرِّهوه أو يعزلوه عن والديه فإذا رأى الأبد أن ابنه أصبح ينعزل عنه وعن أمه أصبح يأتي من الخارج يأتي يدخل إلى غرفته إن سلَّم سلَّم وأن ما سلَّم دخل وأصبح عنده عزل غير الذي كان فليعلم أن هناك خلل فإن بالتجربة والممارسة وجدنا أن هذه الصفات الأربعة لابد أن توجد في الطريق عند محاولة استيادهم للشاب فواجِب على الأب أن يحذر وينتبه أيضًا يا إخوة يجب على الأب أن ينتبه للمواقع التي يدخلها الإبن والله يا إخوة وأنا أعمل في المُناصحة مُناصحة الموقوفين بسبب الإنحراف الفكري من عشر سنين من أول ما أنشأت المُناصحة في المملكة وجدتُ أن كثيرًا من الشباب وقعوا في هذا الإنحراف بسبب دخولهم من باب الفضول على مواقع فاسدة أو تتسمَّى بأسماء يعني ظاهرُها طيِّب الجهاد في سبيل الله فيدخل من باب الفضول أو المعرفة ويجد خُبراء يتعاملون مع من يدخلون هذه المواقع حتى يُجذب إلى فكرهم ثم يُفاجأ الأب بأن الإبن ذهب هنا أو هناك فيجب على الأب بطريقة طيِّبة أن يعرف على ما يدخل ابنه من المواقع وهذا من الأهمية بمكانه يجب على الأب أن لا يكون سببًا في دفع ابنه إلى هذه الأفكار فإن بعض الناس إذا دخل البيت وأغلق الباب بدأ يسُب في الدولة وبدأ يسُب في ولاة الأمر وهؤلاء يفعلون ويفعلون وضيَّعوا حقوقًا وفعلوا فعلوا 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 والشاب الصغير يسمع ثم يأتيه واحد يقول طريق الخلاص من هذا الظلم هو كذا فيكون مُهيَّئًا لأن يسقط في براثنهم من الأشياء المهمَّة التي يجب على الأب أن يحرِص عليها أن يُلحِق ابنه برجالٍ صالحين معروفين بالعقيدة السلفية الصحيحة والمنهج السلفي الصحيح فوالله ما شقي من شقي من المسلمين إلا بسبب بعده عن منهج السلف منهج السلف فيه الصفاء فيه النقاء فيه السلامة فيه تحقيق العبادة فالأب ينبغي عليه أن يُلحِق أبناءه بالحِلَق الطيِّبة التي يعرف أهلها بهذا المنهج السلفي الطيِّب حتى يُربَّى على هذا الطريق السليم والفهم المُستقيم وأن لا يدع ابنه يُجالِس من شاء في السابق يا إخوة كان الناس يعرفون الجليس إما فاسد أو خير إما شخص واضع عليه أنه من أصحاب المعاصي أو شخص واضع عليه أنه من أصحاب الدين لكن اليوم هناك من يتلبَّس بلباس الدين سِمَاه سِمَاء المُتَدَيِّنين سِمَاه سِمَاء المُتَدَيِّنين كلامه كلام المُتَدَيِّنين لكن فكره فيه انحراف فيجب الحذر وأن تنتقي لأبنائك الجُلَساء ومن الجُلَساء ومن الجُلَساء ما يتعلَّق بحِلَقِي تحفيظ القرآن تحرِص على أهل الخير الذين يعرفون بالخير حتى يكون ذلك وقايةً للإبن من الانحراف والإنزلاق ووالله أخوان والله إننا في المُناصحة نسمع أشياء تجعل القلب يتفطَّر بسبب غفلة الآباء والأمهات عن الأبناء مما جعلهم صيدًا لأهل الأفكار المُنحرفة ثم إذا وقع الفاس في الرأس بدأ يلوم الدولة الأصل في التربية الأصل في الحرص الأصل أنك غفلت عن أبنائك حتى وقعوا فيما وقعوا فيه فهذه بعض النقاط التي ياجب على الأب وكذلك الأم مُراعاتها ولسيما في هذا الزمان الذي كثر فيه دعاة فكر الخوارج نعم نعم